الحمد لله نصيحة نصيحة لطالب العلم الذي هو منشغل في طلب العلم أو الذي انقطع عن طلب العلم بأي سبب من الأسباب ونصيحة أخرى لغير طالب العلم وملحوظة قبل البدء بهذا الكلام أن ليس كل ملتحي أيها الإخوة طالب للعلم الأكثر على غير الطلب يعني أن الإنسان يجب عليه إذا سأل لا ينظر إلى لحية هذا الإنسان أو ثوب هذا الإنسان وإن كان هذا الإنسان جزاه الله خيرا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته ولكن لا يلزم أنه طالب علم وهذا في الأكثر والأقل هم طلب العلم هذه مجرد اعتبرها تنبيه حتى لا يقع من إنسان أنه يسأل كل ملتحي وهذا خطأ لكن ينظر إلى حال هذا الرجل مع الكتاب والسنة قراءة وفهما وطلبا للعلم ومثابرة على العلم فإذا وثق الإنسان في علمه أخذ منه العلم طالب العلم وهي النصيحة الأولى كثير من الناس وإن شاء الله أنهم ليس الأكثر كثير من الناس يتعلم العلم سنة وسنتين أو ثلاثة أو أربعة ثم ينصرف عن طلب العلم كأنه حاز العلم وهذا من الخطأ العظيم الذي قذفه الشيطان في قلبي هذا الإنسان طالب العلم يجب أن يتعلم إلى أن يموت يعلم ويتعلم ويدعو إلى الله عز وجل إلى أن يموت ولا ينظر إلى أنه يعني صار رفيعا في الدرجة سواء كان إمام مسجد يعني كأنه صار إمام مسجد يقول خلاص أنا أترك حلق العلم لأنني صرت إمام مسجد من قال أن إمام المسجد له أن يترك العلم ولا يقول أنا صرت أعلم الناس خلاص ما أتعلم خطأ خطأ كبير يفوت كثير من العلم ولا يقول أن أخذت الشهادة الشرعية سواء الشريعة أو أنها الشهادة العليا أن يكون دكتور في الشريعة أو غير ذلك لا يقول هذا الكلام لذلك تجد الأكثر من قال هذا الكلام ودعا في المكان الذي يعمل به ولم ينصرف إلى طلب العلم كان عنده علم ولكن علمه ضئيل ليس بالعلم الذي يمكنه أنه يدرس الناس علمه بحد عمله يعني إمام مسجد علمه في المسجد دكتور في الشريعة علمه في الجامعة ولا تجد الموفق إلا من خرجه عن هذا الإطار وتعلم وتواضع ولا ينظر إلى نفسه أنه صار إمام مسجد أو صار دكتور في الشريعة أو عنده شهادة شرعية هذا من الخطأ وهذا تنبيه للإخوة طلاب العلم الذي أريد الدين حفظ من الله عز وجل برجال وهؤلاء الرجال الذين حفظوا لنا الدين كانوا يثابرون الليل والنهار في تحصيله حتى يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث كما ذكر عن الإمام البخاري البخاري يحفظ ثلاثمائة ألف حديث مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح يحفظون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة ليميزوا بين هذا وهذا حتى لا يأتي آتي ويذكر حديث ضعيف فيقوم على هذا الحديث الضعيف حكم فهم يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى وكانوا يحفظون هذه الأحاديث حفظاً وفهماً يعني ليس حفظ دون فهم يحفظونها ويفهمونها وكانوا يحفظونها سنداً ومتناً يعني يحفظون سلسلة الرجال ومن هؤلاء الرجال يعرفون أحوال هؤلاء الرجال ويحفظون المتون بل أن بعض أهل العلم من من سبقنا ومن منهم يعني إن شاء الله يعني القليل منهم حالياً يعلم أن هذا الحديث ضعيف من النظر إلى المتن يعني يجد حديث يقول هذا ليس عليه نور النبوة من كثرة مطالعتهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجال وللعلم عرفوا أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يجري الحديث في دمائهم كانوا يعني يعلمون الحديث من شدة حرصهم على هذا الأمر الإمام أحمد ذكر أبو زرع الرازي أن الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث ولما سئل عن ذلك قال أنه دارسه ذلك أو قرأ عليه ذلك ألف ألف حديث يعني مليون حديث وما كانوا يحفظون المتن فقط يحفظون السند والمتن الإمام يحيى بن معين أبو زكريا كان يحفظ مئات الألاف من أحد بل أنه ذكر عنه أنه كان يجلس في ناحية من النواحي فكلما جاء رجل وهو كان يكتب في صحيفة عنده كلما جاء رجل طوى الصحيفة كلما جاء طوى الصحيفة حتى جاءه الإمام أحمد فقال ما تكتب يا أبا زكريا قال أكتب صحيفة أبان عن أنس أبان يراد به أبان بن أبي عيش قال الإمام أحمد وما تريد يعني بها إنها ضعيفة يعني هذه الصحيفة ضعيفة هذه السلسلة إن جاءك أبان يراد أبان بن أبي عيش أبان عن أنس فهذه السلسلة ضعيفة انظر ماذا قال أبو زكريا الإمام يحيى بن معين قال أكتبه حتى لا يأتي آتي ويقول أنها ثابت عن أنس انظر ثابت عن أنس ثابت يراد به ثابت بن أسلم البناني كان ثقة عن أنس بل أنها سلسلة ذهبية إذا جاءت ثابت عن أنس فالحديث صحيح يعني السند صحيح فقال أكتبه حتى لا يأتي آتي ويقول أنها إيش أنها ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي أبان عن أنس لأن في السابق كانوا لا ينقطون فيأتي قد يأتي آتي وثابت قريبا عند أبان فيختلط الأمر فيوضحون له الحق كل هذا دفاع عن دين الله سبحانه وتعالى كانوا يدافعون عن دين الله عز وجل لا يردهم ذلك انشغال في الدنيا مثل ما يحصل اليوم يدرس سنتين ثلاثة خمسة وينصرف عن العلم أنا ما أعرف كيف يكون طالب العلم بهذه الصورة كذلك الإمام أبو حاتم الرازي وما أدراك ما أبو حاتم الرازي هذا إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو والد عبد الرحمن صاحب كتاب الجرح والتعديل كان يسمي بعض العلماء يقال إذا أبو حاتم يعني عدل رجل فهذا قد تجاوز القنطرة من شدة يعني هذا الرجل يعني كان في أي سقطة من السقطات خلاص ما يأخذ منه الحديث فكان يسمي مسعر ابن كدانا المحدث المشهور كان يسميه مسعر المصحف يعني شوف التزكية هذه مسعر المصحف يعني أن مسعر هذا مثل المصحف كتاب الله لا يزيد ولا ينقص من شدة حفظه كانوا يدافعون عن دين الله يحفظون دين الله ليدافعوا عن دين الله عز وجل هكذا كان السلف يعرفون حق هذا الدين لأن هؤلاء يعلمون أنهم إذا دافعوا عن الدين ينالوا الشرف في الدنيا قبل الآخرة وهذا الذي حصل أبو حاتم من ألف سنة وتزيد مات وإلى اليوم يذكر البخاري الشافعي أحمد مالك أبو زرعة سفيان الثوري سفيان بن عيينة المسلم النسائي أبن ماجا كل هؤلاء إلى يومنا هذا يذكرون ماتوا من أكثر من ألف سنة إلى اليوم يذكرون ويثنى عليهم لماذا يعني ماذا كان منهم إلا أنهم أخلصوا للدين أخلصوا لدين الله عز وجل فأقام الله ذكرهم إلى هذا اليوم وهذه كتبهم تملأ المكتبات ولله الحمد والمن لا زال يجري الله عز وجل عليهم الحسنات بما صبروا وبما أخلصوا من أجل دين الله عز وجل ما أطلب العلم سنتين وثلاثة وأجلس لذلك لما رؤي الإمام أحمد على كبر سنه وهو يمسك بالمحبرة والقلم قال له قال وأنت في هذا العمر يعني يا إمام قال مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة هكذا كان ينال الشرف كذلك من النصيحة لطالب العلم أن يتأدب إذا كان في حلق العلم يتأدب مع المشايخ يتأدب مع من يأخذ عنه هكذا ينال الإنسان العلم لأن العلم بداية العلم أنه يتأدب يتعلم الأدب من سمت شيخه أو أنه يتعلم الأدب أدب طلب العلم يقرأ في الأدب آداب طالب العلم ثم ينزل هذا على نفسه الإمام أحمد بن حنبل لما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني جلس تحت قدميه فقال له عبد الرزاق لأنه يعرف مكانة الإمام أحمد قال له اجلس هنا يعني اصعد معي قال لا لا أجلس إلا تحت قدميك هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وهكذا فعل مع خلف الأحمر يعني جلس تحت قدميه كانوا يتأدبون في حلق العلم محمد بن القاسم العثماني دخل الفسطاق ثم دخل المسجد وكان المسجد مكتض بالطلاب دخل على أبي الفضل الجوهري وكان أبي الفضل يلقي الدرس فذكر من كلامه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم آله وطلق وظاهر انظروا إلى أدب طالب العلم فسكت محمد بن القاسم فلما انفضل مجلس ما تكلم مباشرة ما استدرك مباشرة ما علق مباشرة بعض الناس يعلق يستدرك مباشرة كأنه يقول لمن حوله ها أنا ذا فلما انفضل مجلس جاءه محمد بن القاسم فقال له إني جئت إليك متبركا هذه في بداية الكلام يعني متبرك في هذا المجلس فسمعتك تقول يقول لأبي الفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق وآله وظاهر أما طلق وآله فنعم وأما ظاهر فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول عن الظهار إنه منكر من القول وزورا فقام أبو الفضل انظروا إلى الكبار الذين يعلمون الصغار أبو الفضل هو الشيخ ومحمد بن القاسم هو الطالب فقام أبو الفضل من مجلسه وقبل محمد بن القاسم بين عينيه وقال إني تراجعت إني تبت من هذا القول ثم اليوم الثاني يتراجع على الملأ هكذا طالب العلم ما ينظر إلى مصلحة نفسه ما يقول والله أنا أنتصر لنفسي ما قال أنا الشيخ وهذا الطالب هذا شون يعلمني وهذه الحادثة حصلت عند الكثير مثل ما حصل مع الدار قطني وكان جالس في حلقة أبي بكر ابن الأنباري فأبو بكر بن الأنباري إمام ثقة ثبت وكان يحفظ فصحف اسما من أسامي الرجال صحف اسم يعني جاء بدل يعني لا يقول مثال يعني أي اسم أنه أخطأ في الاسم مثل ما يقول يعني بدل لا يقول ابن لهيعة قال ابن لهيعة مثال يقول الدار قطني فجئت إلى مستمليه انتبهوا ما تكلم مباشرة ما قال لا يا إمام الاسم خطأ قال فجئت إلى مستمليه يعني الذي يملي عليه الأسماء فذكرت له أنه صحف اسما فذكر المستملي لأبي بكر كلام الدار قطني فقال الدار قطني أني صحفت اسما وأقامني على الصواب هذا الطالب ما قال أنا الشيخ هذا يعلمني ما قال طيب أتراجع بيني وبين نفسي هكذا العلماء كبار وصغار ما ينظر إلى حجم هذا المتكلم أصغر مني أكبر مني ما ينظر إلى هذه النظرة كانوا يأخذون العلم معروفة رواية الأكابل عن الأصاغ الكبير يأخذ عن الصغير ما دام عنده علم أأخذ منه العلم عنده فن معين أأخذ من عنده الفن المعين ما أقول أنا كبير في العمر ما أقول أنا صرت إمام شلون أدرس عند واحد ما هو إمام مو صحيح الكلام هذا هذا كلام المتكبرين ليس كلام من عرف الله عز وجل وعرف دين الله عز وجل هكذا يجب أن يكون طالب العلم أنه يدافع عن دين الله عز وجل لا يدافع عن نفسه سمعنا بعض الدعاة نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد وأن يجعلهم منارة خير يسأل على وسائل الإعلام يقال له لما مثال لما تخفف اللحية فيقول أن اللحية سنة ثم ذكر أقوال أنها سنة وأن نقول دع عنك خلاف أهل العلم أنها سنة أم واجبة أنت كداعية المفروض أن تدابع عن دين الله عز وجل لو أنها سنة وكلامك غير صحيح لو أنها سنة ما تقول أنها سنة حتى لا يجري يعني يجري كلامك على أسماع الناس فيستحسنون هذا الأمر والكل يخفف سنة 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 ونقول لهذا الداعية هل هذه السنة دين أم ليست بدين إذا كانت دينا لما لا تفعلها وأن داعي إلى الله عز وجل إذا كانت دينا لما لا يعني تقول لهذا السائل أنها من الدين وأني على خطأ والله لو أنك قلت أنا على خطأ وأنا مقصر شوف نفسك شلون ترتفع في عين الناس لأن الله عز وجل يطلع على القلب الله سبحانه وتعالى ما تواضع عبد الله رفعه أما أنك تدافع عن نفسك فقط تريد أن تدافع عن نفسك هذا الخطأ أين التوفيق من الله سبحانه وتعالى نرجو أن الإنسان ينتبه حتى لو كانت سنة دين هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم هذه النجاة تقول السنة دين سبحان الله في زمن صرنا نبحث عن السنة حتى ندعها في السابق المتقدمين كانوا يبحثون عن السنن حتى يفعلون السنن لأنها مرضية عند الله سبحانه وتعالى وهذا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين أخي لن تنال العلم إلا بستة هذا لطالب العلم سأنبئك عن تفصيلهن ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني صحبة الأستاذ إلى أن تموت لا تقول خلاص أنا أدرس الناس احضر أنا أعرف واحد معرفة شخصية والله أنه إلى اليوم هذا من خمسة وعشرين سنة يطلب العلم إلى اليوم هذا يدرس الناس ويدعي إلى الله ويحضر مجالس المشايخ وطلاب العلم يجلس تحت أقدامهم ويتعلم العلم لأنك مستحيل أن تحضر إلا وتخرج بفائدة إما أن هذه الفائدة تتعلم سمت هذا الشيخ أو تتعلم سلوبه أو تتعلم شيء ما كنت تعرفه في السابق إذا ما تعلمت هذه الثلاثة تخرج بفائدة قوموا مخفورا لكم هذا الشرف هذه نصيحة لطالب العلم النصيحة الأخرى وهي موجزة لغير طالب العلم الذي لم يوفق لطالب العلم سواء كان ملتحي أو غير ملتحي أقول لك ما وفقت لهذا المجال اسعى لنشر العلم إذا جاءتك رسالة أو كلام من شخص تثق به في دين الله عز وجل أنشر الأمر سهل في وسائل الإعلام الآن صار خصوصا الواتساب وغيره مجرد نسخ وأنك ترسل للقروبات عندك ارسل الخير لا ترسل الشر بعض الناس يرسل الشر القصص المكذوبة الأحاديث الموضوعة الأحاديث المكذوبة لا بد أن تتبين هذا الحديث صحيح المكذوب عن النبي على الصلاة والسلام بعض الناس يرسل النكت الضحك يضحك الناس كذبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن كذب ليضحك الناس فأنت تعين على نشر هذا الشر إذا كان كذبا أو قصص مكذوبة أو غير ذلك ممن هو أقبح إذا جاءك دين الله عز وجل ارسل دين الله عز وجل فالدال على خير كفاعله وهذا لغير طالب العلم اترك لك أثر في الدنيا حتى يكون هذا الأثر حج لك عند الله سبحانه وتعالى قد يدخلك الله عز وجل بهذا الأمر للجنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بغي من بغاية بني إسرائيل أنها دخلت غفر الله لها أنها سقت كلبا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت من الزنا بسقياها كلب دخلت الجنة كيف أن تنشر دين الله سبحانه وتعالى نحن كلنا أهل أخطاء ولكن الإنسان بما استطاع أن ينشر دين الله ينشر دين الله ويدافع عن دين الله عز وجل أترك لك أثر عند الله عز وجل حتى إذا جئت بين يديك قلت يا رب أنا دافعت عن دينك في اليوم الفلاني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن دافع عن دين الله عز وجل ويجعلنا ممن وفق لهذه الكلمة وأن يجعل هذا الكلام حج لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة